اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى جانب اتاحة الفرصة وافضل السبل الممكنة امام الشباب لممارسة الانشطة الرياضية وصقل مواهبهم مؤكدا على دور ملاعب الفرجان في اكتشاف المواهب الرياضية ونوها سمو بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد ايمان بن توفيق المؤيد وجهدها الرامية الى تحقيق التكامل مع مختلف الوزارات والهيئات والقطاع الخاص من اجل التنفيذ الامثل لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الامر الذي سهم في انشاء وافتتاح عدد من الملاعب ضمن مبادرة مئة ملعب من جانبه اشار سعادة السيد ايمان بن توفيق المؤيد وزير الشؤون الشباب والرياضة الى ان هذه المبادرة الرياضية الوطنية الرائدة تستقطب الشباب البحريني وتستكشف طاقاتهم ومواهبهم في مختلف المجالات الرياضية مثنيا في ذات الوقت على حرص سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة على افتتاح ملعبي حديقة المحوز والعدلية الامر الذي يؤكد اهتمام سموه بدعم مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التي تحمل بين طياتها اهداف النبيلة على الحركة الرياضية وخلال الافتتاح استمع سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة الى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ مبادرة انشاء مئة ملعب في فرجان قرى ومدن المملكة حيث تعمل الوزارات المعنية على توفير البيئة المثالية اللازمة لتنفيذ المبادرة طموح كبير وواعي شامل تمخضت عنه مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب تهدف لانشاء مئة ملعب متطور ومتميز في مختلف محافظات المملكة تلبية لتطلعات البحرين الرياضية في انشاء جيل رياضي متمرس ومتمكن التركيز كان على أول شيء استكشاف المواهب ثاني شيء صقل هذه المواهب وثالث شيء إبراز المواهب فبالنسبة حق استكشاف المواهب كان كنا نبي نحفز العيال الأمانة ونحفز الأبناء والشباب أن يطلعون من بيوتهم يتجمعون في هذه الملائب حتى نشوف كفاءتهم حتى نشوف قدراتهم وحتى يستفيدون من التواصل الاجتماعي بين هذه الجماعات رعاية المواهب البحرينية والاستثمار بها هو الركيزة التي ينطلق منها شباب البحرين في هذه المبادرة لتنمية قدراتهم ومواهبهم وفق خطة شاملة تتبناها وزارة شؤون الشباب والرياضة كانت الفكرة الموجودة أن يتم وضع بعض التغنيات أن يتم نقل حي لما يتم ممارسة في هذه الملائب طبعا بعد ما تكتم بالبذن الله الفكرة ككل والمشروع ككل أكيد سيتم تطويرها هذه بداية وإن شاء الله بعد ما تنتهي وزارة الشباب عملوا جهد كبير وسعالة الوزير ما قصر في وضع الأفكار مبادرة حقيقة متميزة وواعدة وفريد من نوحة لا شك أن جاءت هذه المبادرة بالتعاون بين عدة أطراف ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتغطيط الأمراني بتوفير بعض المواقع في الحدائق والله عدد كبير من المواقع في المحافظات الأربع وغالبيته هي في حدائق والمنتزهات عمل دؤوب وجدية في تحقيق طموحات البحرين الرياضية يحيطه الاهتمام الحكومي من مختلف القطاعات والجهات المسؤولة في المملكة وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة لتقييم العمل وضمان سير الخطة بكل ثبات ونجاح مشروع طموح قاده سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب يهدف إلى اكتشاف المواهب البحرينية من خلال إنشاء مئة ملعب متميز في مختلف محافظات المملكة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين